وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث عقد رئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات قمة مع رئيس الصربي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية هذا وقد شهد السيد الرئيس ونظيره الصربي مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيدة قرنته بقصر الاتحادية الرئيس أليكزاندر فوشيتش رئيس جمهورية صربيا وسيدة قرنته في إطار الزيارات التي يقوم بها الرئيس الصربي لمصر حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين اشتركوا في القناة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية استنادا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف فضلا عما تشهده من زخم متنام مؤخرا وقد اختتم اللقاء بأن شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين البلدين وكذا عقد مؤتمر صحفي مشترك ألقى خلاله السيد الرئيس بيانا استعرض فيه نتائج المباحثات بين الجانبين وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وجهود تعزيز الاستقرار في منطقة غرب البلقان فضلا عن الجهود المصرية المكثفة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وكذا جهود دفع مصار إنفاذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر